قال رئيس بعثة البحرين للحج فضيلة الشيخ عدنان القطان إن أول رحلات حجيج البحرين ستنطلق في أوائل شهر ذي الحجة حيث أنه أخر موعد سفر للمواطنين سيكون في 26 من أغسطس فيما سيكون 21 من أغسطس المقيمين موضحاً أنه تم تمليل العمل بالمسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج لجميع حملات الحج حتى إشعار آخر وأضاف أن بعثة البحرين للحج ستغادر إلى مكة المكرمة على أربعة أفواج تنتهي في 22 من أغسطس للاستعداد لتجهيز واستقبال الحجيج في حي النسيم بمكة المكرمة وعن موعد إغلاق تسجيل الحجيج الذي كان من المقرر إغلاق الخميس قاد القطان تم تمليل العمل بالمسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج لجميع حملات الحج حتى إشعار آخر موضحاً أن المسار الإلكتروني السعودي لتسجيل الحجيج لا يزال مفتوحاً وأغلب الحملات البحرينية أدخلت متطلباتها من الخدمات وتابعاً تم الاجتماع مع لجنة الأمنية في البعثة مع الجانب الأمنية السعودية للتسجيل حول الإعداد المتوقع للحملات المسافرة عبر جسر الملك فهد كما تم التبحث مع مطار البحرين الدولية لتصريح خروج الحجاج هذا وحذر القطان من التوجه لأداء مناسك الحج للحصول على تصريح ما يعرض ذلك صاحبه إلى المسألة وشدداً على التعاون مع بعثة البحرين الحج واتباع تعليماتها إضافة إلى تعليمات السلطة السعودية وشدد على عدم تسيس الحج بالتظاهر أو التجمهر ترجمة نانسي قنقر